ولأن مصدر الحياة يكتمل بالماء والطعام رغم الاستقرار الأمني في عموم محافظات البلاد إلى أن مستوى التحديات لا يزال مرتفعا في ظل بروز ظواهر سلبية متأت تدق نقوص الخطر تتقدمها المخدرات التي تهدد نحو 40% من المجتمع العراقي حسب ما يعتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر ويؤشر عضو الأمن البرلمانية متغيرات إيجابية يتقدمها تراجع خطر تنظيم داعش بنسبة 90% بذليل عدم السيطرة على شبر من الأراضي العراقية واستقرار الأوضاع الأمنية في ديالا بشكل غير مسبوق منذ سنوات وتراجع مستوى الجريمة فيها وعلى الجانب الآخر يؤيد النائب إجراءات رئيس الوزراء عادة هيكلة مكفحة المخدرات بما يتناسب خطر سونامي جديد يهدد كل فئات المجتمع وخاصة الشباب